بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدرس الثاني في الوحدة السالسة إعراب العدد ومعدوده أيضا كما ذكرنا في السابق في التذكير والتأنيث فإن الأعداد تنقسم إلى مجموعات المجموعة الأولى كيف يعرب العدد وكيف يعرب المعدود هنا واحد واثنان يعربان حسب الموقع من الجملة يعربان حسب موقع ما قد يكون فاعل وقد يكون مفعول به وقد يكون غير ليس لهم تمييز في الكلام الفصيح لا يوجد تمييز لهذين العددين هما بنفظهما ينباني عن التمييز أقول جاء طالب وحضر طالبان فهذا يغنيني عن ذكري فالطالب يدل على مفرد واحد وطالبان يدل على مثنى نقول نجح واحد من الطلاب لذلك لا بد حتى أذكر تمييزه في الكلام لا يتي على صفحة التمييز إنما يتي اسم مجرور نجح واحد إعراب واحد فاعل مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره كلمت واحدا كلمت فعل والتا ضمير متصل مبني في محرف فاعل واحد إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الضاهرة على آخره مررت بواحد الباحرفجر وواحد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الضاهرة على آخره إذن لاحظ معي أنه يعرب حسب موقعه من الجملة لكن تنبه هنا أن إذنان يعرب إعراب هذه مهمة جدا لأنه كما درسنا في باب المثنى هو ملحق بالمثنى أقول تكلم إذنان إعراب إذنان هنا نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لماذا الألف؟ نقول لأنه ملحق بالمثنى استمعت إلى إثنين هذه حرف جر وإثنين إعرابه اسم مجرور بإلاء وعلامة جره ماذا؟ الياء لماذا الياء؟ لأنه ملحق بالمثنى إذن لاحظ معي أن الأعداد هذه واحد واثنين تعربان حسب موقعها من الجملة إما أن تعرب بعلامة أصلية أو أثنين تعرب بعلامة فرعية لأنها تعد ملحقة بالمثنى المثنى مبتدأ وغير ذلك تمييزها اللي هو العدد اللي هو المعدود المعدود يأتي جمع ويأتي مجرورا بالإضافة إذن يتصف بصفتين أولا فهو جمع الأمر الآخر يأتي مجرور بالإضافة فهي تكون الأعداد تكون مضافا والمعدود يأتي مضاف إليه أقول على سبيل المثال هذه ثلاثة أقلام ما إعراب ثلاثة نقول إعراب ثلاثة خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف وأقلام اللي هو المعدود مضاف إليه مجرور علامة جره ما هي الكسرة الظاهرة على آخره حضر عشرة لاحظ معي عشرة ما الذي حضر عشرة إذن هو فاعل هنا فاعل مرفوع المترفيه الضم الظاهرة على الأخير وهو مضاف ولاعبين مضاف إليه مجرور ما علامة جره هنا علامة جره الياء لماذا الياء لأنه جمع لأنه جمع مذكر سالم لا ننسى هذه الموضوعات فهي مترابطة اشتريت أربع حقائب هنا حقائب لأنه منوع من الصرف فيتجر هي مضافة مجرور لكنها تجرب الفتح نيابة عن الكسرة أربع هنا إشعراب مفعول به منصوب اشتريت اشترى والتفاعل وأربع مفعول به منصوب نسخ الطالب على خمس لوحات هذا مضاف إليه مضاف إليه وهذا اسم مجرور بعلا وعلامة جره الكسرة إذن من واحد من ثلاثة إلى عشر تعرض حسب موقعها من الجملة أما من أحد عشر إلى تسعة عشر من أحد عشر إلى تسعة عشر فهي مبنية على يعني ليست معربة على فتح الجزئين هذه مريحة لنا في الإعراب لأنها دائما تأتي سواء في موضع الرفع أو النصب أو الجر تأتي مبنية على الفتح طب المعدود كيف يأتي المعدود نقول معدودها له شكل وهو أنه يأتي تمييز مفرد منصوب أنه يأتي منصوب مفرد ومنصوب يأتي مفرد ومنصوب ويعرب تمييز يقول الله تعالى إني رأيت أحد عشر مبني على فتح الجزئين هنا مفعول به مبني على فتح الجزئين أيضا بخمسة عشر معا في حرف جر لكن جاء هنا مبني على فتح الجزئين مبني على فتح الجزئين كوكباء لاحظ معي التمييز هنا جاء منصوب منصوب مفرد ومدينة جاء منصوب مفرد تنبه هنا لابد أن تتنبه إلى أمر مهم مثل ما نبهنا في الأمر السابق وهو أن إثنى عشر الجزء الأول يعرى بعراب ماذا اللي هو إثنى وإثنتا يعرى بعراب المثنى والثاني دائما إيش دائما إثني عشر الثاني مبني على الفتح الثاني مبني على هذه إثنتا عشرة عينا لاحظ معي أن هذا خبر خبر ماذا مرفوع على مترفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهذا مضاف إليه مبني على الفتح وإثني عشر هذا مضاف إليه مبني على الفتح هنا مفعول به منصوب رأيت إثني مفعول مفعول به منصوب وعلمة نصبه اليالي لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وعشر مضاف إليه مبني على الفتح الفاض العقود أيضا الفاض العقود تعرب حسب حسب موقعها لكن لا بد أن نتنبه إلى أمر مهم وهو أنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم فهي ملحقة به هذا كلام مهم في ألفاظ العقود تعرب حسب وقعها من الجملة لكنها تكون تعرب بعلامة إعراب فرعية لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء معدودها مفرد منصوب معدودها مفرد منصوب مفرد وهو تمييز يعرب تمييز مفرد منصوب جاءت تسعون سيارة إعراب تسعون هنا ما الذي جاء تسعون إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وسيارة تمييز منصوب رأيت ثلاثين رأيت ثلاثين رأيت فعل وفاعل وثلاثين مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء الياء لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم وطائر تمييز منصوب مررت بأربعين الباء حرف جر وأربعين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وشجرة تمييز منصوب أما مئة وألف فتعربان أيضا حسب موقعهما من الجملة ومضاعفاتهم طبعا تعرب حسب موقعهما من الجملة والمعدود يأتي مفرد مجرور مجرور طبعا بالإضافة مجرور بالإضافة لاحظ معي مر مئة رجل مئة هنا فاعل مرفوع المترفعه الضمة الظاهرة على آخر وهو مضاف ورجل مضاف إليه رأيت فعل مفاعل وألف مفعول به وهو مضاف وناقة مضاف إليه لاحظ معي أنه مفرد ناقة مجرورة سبحت أكثر من ألف تسبيحة لاحظ معي من هنا حرف جر وألف جاء مجرور مجرور بمن وعلى مجره الكسر الظاهر وهو مضاف وتسبيحة مضاف إليه انتهى هذا الموضوع الذي يتعلق بإعراب العدد ونوع تمييز هذا العدد أو نوع تمييز أو نوع المعدود وإعرابه ننتقل إلى موضوع آخر جديد في هذا أو في هذه الوحدة